إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِيَرْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْضَرَ وَيُكِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَكِيْمًا وَيَنْصُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالبين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعبب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله وكان ظن السوء عليهم دائرة السوء وغطب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه مكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيوفيه أجرا عظيما سيقول لك المخلقون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وذين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتبنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله وفورا رحيما ترجمة نانسي قنقر